بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين شوفوا المنتوجة دايو الدفاية كهربائية كارت كارتي هيتر كارتي هيتر هذا يتباع مية وخمسة وخمسين الف المساعدات او مية وخمسة وثلاثين معلوم ال�00 مع ريو الدفاية سمت specification هل يمكننا أن نرى كهربائية دفايا كهربائية سيئو 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 هل يمكننا التعمل أعطوها الكتاب لا يعمروهاش يبيعوه الكتاب يوجد كتاب حجم لها يوجد مانوير ديتوليساسيون يحدرك مكتب بالإنجليزية وبالعربية هذا شيء جميل لا يحكي مكتب بالعربية وبالإنجليزية ماذا يقول لك في الكتاب يقول لك باللي لا تحتش دوريشو هذا قرب الأخطياء وقرب الأفريشة وقرب التكستيل وقرب أي مواد قابلة للشعلاء يقوم بمجرد ما يتقلب لكن نتأسف جدا 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 عندما تخدموا عن برودويت نجري وقرب الأفريشة يجب أن نضيفه مارتو لتحضر وقرب الأفريشة وقرب الأفريشة لكي يتقلب على الحوايج يتقلب على كوفيرتا ويقوم بمجرد هذا هو مستقبل لكن يجب أن نضيفه لكي نضيفه ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد هذا يجب أن نضيفه ويقوم بمجرد ويقوم بمجرد هنا كيف تكتب بنتي يجب أن تغلط في الناس لأنه يجب أن تغلط في الناس لا يمكن أن يكون أدنى هذا شيء جميل وكتبت كذلك في الوصولات والتمديد كذلك على الأفريشة والأغطية هذا شيء جميل لكن هنا هكذا يجب أن تغلط في الناس هكذا يجب أن تتوقع الناس في الخطأ إنه يجب أن تتوقع الناس يجب أن تقلد حول على الأفريش وكتب أن تقلد من الناس هذا يعتبر هناك خطورة لكن يجب أن تقلد نفسه فهو يجب أن ترغب هذا يجب أن تتوقع ثانيا هذا المترجم لماذا تكتب لي باللغة الإنجليزية المترجم لماذا لا تكتبت بالعربية لماذا تقلد بالمغلوب لماذا تلتها بالمقلوب؟ لا تلتها بالمقلوب لأن هذه المقلوبة لا تلتها بالمقلوب لا تلتها بالمقلوب لذلك بما أنني مختص في مجال الكهرباء نوعا ما لست مختص خابر وإنما مختص يعني نخلط في الإلكترونيك ونخلط في الكهرباء أنا بالنسبة لي هذا لا يمكن أن تلتها بالمقلوب لا يمكن أن تلتها بالمقلوب لأن هذا المقلوب يبف من الأكسجن لماذا تلتها بالمقلوب؟ هذا المقلوب مثل الترموستان يجيب على البندويل لأنه يتفع يتخلط من التهوية من الشقوق ومن بعد ينقص ينقص من الأكسجن ينقص من الأكسجن هذا المقلوب ينقص من الأكسجن ومن الأكسجن ينقص ومن الأكسجن ومن الأكسجن ومن الأكسجن بما أنها ستأكل ورغم كمية قليلة من الأكسجن لكن ستأكل من الأكسجن هذا المقلوب في البيت كل مقلوبة لا تبيته الشقق ومن الأكسجن نصيحاتي ومن الأكسجن هذا المقلوب ينقص من الأكسجن من الأكسجن من الأكسجن ومن الأكسجن لا يوجد أكسجن المقلوبة لن يعمل هذا يجب أن أستعمل لكي تتفال المقلوبة ونقص 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 من المأخذ قبل الشروع في النوم هذه هي نصيحتي أقدمها إلى مستعملين هذه المواد وهو دافية كهربائية ما تبيته الشاعل ولا حبيتها تبيته شاعل يبات في الوسط البيت بعيد على الأغطية بعيد على الأفريشة هو بعيد على الأفريشة بعيد على الأفريشة والتيكستير وكل ما هو قبل الاشتعال نهيك كذلك على الوصلات والخيط والتمديد ونقص لا يجب أن تجوز على الأغطية لا يجب أن تجوز على الأفريشة وتبقى النافذة مشقوقة مفتوحة حتى 10 سنتيمات إلى 15 سنتيمات طيلة طول الليل حتى الأسباح والنافذة مفتوحة إذا بيته شاعل إذا أنت تغلق نوافذ على آخرهم وتسد البيبان ما تبيتوش شاعل أبدا شكرا جزيلا على تتبعكم وإذا أعجبكم الفيديو شجعنا فضلا وليس أمرا بوضع إعجاب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا